أسعد الله وأوقاتكم تابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة فالجمعة مباركة في آخر جمعة من شهر رمضان الكريم وربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات صياما وقياما وتعبدا وذكرا ويجعل يا رب هذا الشهر كفارا عن كل شيء لخطاياكم وأي شيء دعوته فيه أن ربنا يستجيب فيه طبعا القمر اليوم الجمعة 29 نيسان موجود في منزلة الشرطين الآن موعد بث الحلقة رح يبقى في هذا المنزل ساعتين من موعد بث الحلقة وهي حكينا أن منزلة الشرطين جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان لعمليات الصغرى تقليم الأظافر وحلاقة الشعر أما بالنسبة لانتقال اللي رح يصير من الساعة 3 و 6 و 50 دقيقة من مساء اليوم الخميس اللي هو بعد بث الحلقة بساعتين رح ينتقل القمر لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر موجود في برج الحمل وبما أنه في الحمل معناته جميع الأبراج بتتأثر في بعض صفات هذا البرج فعشان هيك اليوم نشعر أنه إحنا بطاقة عندنا طاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هذا اليوم أن أقل صبر أثناء تعاملنا مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وإدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهذه تأثيراتها من اليوم اللي هو التسعة وعشرين أربعة لغاية يوم ثلاثة خمسة وهذه الزاوية ذروتها يوم واحد خمسة ساعة عشر أو ستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذه الزاوية بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر علاقاتنا الزوجية الناجحة إيجابيا وهي جيدة للمصالحات وبرضو بتدعم العلاقات العاطفية وبتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها من الزوايا البطيئة اللي ما زالت المأثرة وطبعا لبكرة تأثيراتها هي زاوية التثليث الإيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي بتزيد من حد الذهن والحدس عنا وقدرتنا على النقد واهتمامنا بالأمور الغامضة وبتزيد من تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهي تأثيراتها لغاية يوم ثلاثة خمسة هاي الزاوية عادة لما بتصير بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبتسهل قدرتنا على إقناعهم أو برضو ممكن نفتقد لبعض المرونة في التعامل وهي ممتازة زي ما حكينا في تعزيز الذائق الفنية والجمالية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهذا المجال اللي هو الفن والديكور والتجميل والأمور هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهاي تأثيراتها ليوم ثلاثين أربعة وعادة عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات لدى البعض ولكن برضو بتحفز الرغبة أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر يوم لإلها هي زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة والزهرة ونبتن وهاي تضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهاي بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسبب لنا إحساس بالكآبة والميل للإعجاب بالذات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي تأثيراتها ليوم 23-5 بتعزز قدرتنا على القيادة وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة أما بالنسبة للتأثيرات السلبية اللي بدأت من يوم أمس واليوم طبعا زادت أكثر اللي هي تأثيرات الكسوف كسوف الشمس اللي رح يصير يوم مساء يوم 30-4 طبعا بدأت التأثيرات السلبية وعادة لما بيبلش أي كسوف أو خسوف نقول إنه هاي الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم وبرضو هاي الفترة ما لازم نتخذ فيها قرارات حاسمة تأثيرات هذا الكسوف هي ثلاث أيام ما قبل يوم 30 الشهر وثلاث أيام ما بعده يعني إلى يوم 3-5 وبعدين بتنتهي التأثيرات فعشان هيك في هاي الأيام حاولوا إنكم ما تتخذوا قرارات حاسمة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم ما رح تتشكل فأول زاوية وطبعا هذول الزوايا تأثيراتهم بطيلة النهار أول زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون فيه تمام الساعة وحدة و 15 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي ذروتها الساعة 9.37 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني في عنا خلو مسار رح يبدأ ليلة الجمعة الساعة 9.37 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لا بعد منتصف الليل يعني لأول 18 دقيقة بعد دخولنا من منتصف ليل الجمعة على السبت بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة 3.3 فجرا أما هي بتوقيت جرينيتش الساعة 12.18 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش وهذا بيعني أنه الفترة المذكورة اللي هي ما بين الساعة 9.37 دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة لغاية الساعة 12.18 دقيقة بعد منتصف الليل ودخولنا في يوم السبت فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار فيه عندنا حدث رح يصير طبعا في حلقة نزلت عنه اللي هو انتقال كوكب عطارد من برج الثور إلى الجوزاء وهو رح ينتقل الساعة 10.21 دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش طبعا هذه الحلقة صارت موجودة على القناة فيها شرح مفصل وخصوصا لتأثيرات تراجع لأنه عطارد رح يتراجع في الجوزاء فأنا عملت الحلقة هاي ذكرت فيها صفات أو تأثيرات التراجع اللي رح تصير فعشان هيك لازم يتركزوا فيها بشكل جيد لأنه بيجي الكسوف وبعدي مباشرة يعني ما بنتهي تأثيرات الكسوف تبدأ تقريبا بيومين بعديها تأثيرات تراجع عطارد فعشان هيك لازم كل برج يعرف إيش التأثيرات اللي لازم يحذر منها في أشخاص نبقى إحنا نحكي عن التراجع مثلا عن بيأثر على برج معين بأمور التجميل يسمع برجه لأنه برجه هو بحدد هل هو من الناس اللي لازم يحذروا في التجميل ولا يحذروا في السيارات ولا يحذروا في الدراسة ولا يحذروا في التجارة ولا يحذروا في إيش فعشان هيك ضروري جدا هاي الحلقة وهي رابطها صار في أعلى الصفحة أو موجودة على القناة اللي بدو يحضرها بيروح بيحضرها بالنسبة لخلو المسار عشان نحيي بشكل مختصر أو بالنسبة لتراجع العطارد طبعا زي ما حكينا هو من تاريخ تسعة وعشرين أربعة لغاية اثنان وعشرين خمسة موجود في برج الجوزاء بعديها بدو يرجع يوم ثلاثة وعشرين خمسة لا يوم ثلاثة وستة رح يرجع ويصير في برج الثور فالحلقة هي بتحكي عن تأثيرات برج الجوزاء يعني بالفترة ما بين تسعة وعشرين أربعة لاثنين وعشرين خمسة التراجع اللي بيسألوا عنه طب امتى التراجع التراجع هو بيكون يوم عشرة خمسة لغاية ثلاثة ستة فعشان هيك لازم تنكتب هاي التوريخ عشان تنحفظ يعني التراجع من يوم عشرة خمسة ليوم ثلاثة ستة هذا تراجع وطبعا التراجع لعطارد قبله بخمس أيام وبعده بخمس أيام يعني بيبدأ تأثيرات التراجع من يوم خمسة خمسة وبيستمر تأثيره لغاية يوم ثمانية ستة فهذا التاريخ مهم جدا ولا كل التأثيرات السلبية اللي إلها علاقة بكوكب عطارد فالحلقة هي بتحكي عن التأثيرات من يوم من فترة وجوده في برج الجوزاء بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم اللي أكثر حساسية اللي هي عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة القضيب المرارة والشرايين والدم طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل بالعكس الوضع مناسب جدا لهاي الأمور وبرضو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن أو مثل عملية معالجة البشرة ولكن لا يصلح للجراحة التجميلية بالنسبة لإزالة الشعر طبعا اليوم مناسب لإزالة الشعر ولقص الشعر التجميلي والصبغ والأمور هاي ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا برضو اليوم مناسب للمطعوم ولكن بدكوا تحذروا أنه ممكن يصير في بعض الارتفاع درجة الحرارة أو الصداع فبندول يفي بالغرض واليوم مناسب للمطعوم بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر الآن اختفى يعني ما بنشاف بالعين المجردة ابتداء من الليلة طبعا القمر انحصار الهلال 27 يوم في تمام الساعة 227 دقيقة صباحا بصغير عمره 28 يوم يعني مندخل في يوم 28 نسبة الإضاءة 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثورة حتى يوم 21-5 منتحس بنسبة 15% القمر في الحمل حتى يوم 30-4 اليوم سعيد بنسبة 30% عطارد في الثورة حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 24-5 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحوت حتى يوم 20-5 سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 24-5 منتحس بنسبة 30% أورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمهوليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتقدروا اليوم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم اليوم بعد موليد برج الحمل رح يهتموا بمظهرهم أو بتغييرات على مظهرهم أو لباسهم هندامهم هذه مرحلة تعتبر مرحلة انطلاقة لبداية جديدة بتتمتعوا بنشاط ذهني وجسدي كبيرين وإنتوا اليوم سباقين ورائدين في حقل اختصاصكم برج الثور بالنسبة لمهوليد برج الثور طبعا يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني بدكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير وبتتأخر مشاريعك وربما تلغى بدك تتجنب اتخاذ أي قرار وتتأكد من حجوزاتك أو من معودك أو إذا شخص أو وعدك بشيء بدك تتأكد من هذا الموضوع لأنك ممكن تتفاجأ بالغاء أو سوء تفاهم أو حتى مش وفاء بالوعد برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة بدك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك اليوم ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه أهم شيء أنك تكثف ارتباطاتك أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك هذه فترة ممتازة جدا بالنسبة لك على كل شيء بيتعلق بالمستوى الاجتماعي برج السرطان بالنسبة لما هوليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة ولكن بالنسبة للقمر زي ما حكينا لما بيكون في بيت السمعة بدك تهدئ من روعة هذه فترة فيها نوع من أنواع السلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر فبدك تعالجوا الأمور بهدوء وتحاول تقدم أفضل ما عندك ما في داعي لمخالفة القوانين أو المجازفات أو أي شيء بشوه السمعة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم نشاط عالي جدا عندكم بالاتصالات البعيدة أو بأمور بتتعلق بسفر أو أوراق أو معاملات وهذا ميوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة بتقدر اليوم أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتنجحوا بالترويج لعملكم وكسب الدعم والتأييد أهم شيء أنكم تهمل واجباتكم حتى ولو كثرت أو صعوبت يعني بمعنى آخر بتكون تنظموا وقتكم بشكل جيد تفادي للتأخير وحاول أنك تقدم على أعمالك بجراءة وثقة برج العذرة بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة بتظل متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن بما أن القمر مقابلك تماما ولكنه سعيد بتقدروا تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع ولكن أنتم بحاجة اليوم لنشاط بدني أو حركي اخلي أعصابكم متينة ما في داعي للمشاكل والمشاحنات والغضب وما تتركوا ذيول المتاعب أنها تسيطر عليكم برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه اليوم ما بيجوز إثارة المتاعب وتجنبوا الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وبرضو بتكوا تحاضروا من الحوادث ومن الأعداء لأنه في الفترة هاي بيكونوا كثر وبرضو بيسيطر عليكم بشكل كبير فعشان هيك ابعد عن المشاكل قدر الإمكان برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل واليوم ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء لإلكم تقدروا تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ومن المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات ابتكثر النشاطات وربما بعض موليد برج العقرب هيك يشعروا ببعض التعب فعشان هيك بدهم يراقبوا وضعهم الصحي بشكل جيد وما يجهدوا حالهم أكثر من المستطاع برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم والظروف بتكون جيدة بس أنه بكون في احتمال قلق اتجاه أحد الأحبة اليوم أنتو عندكم نشاطة عالية جدا بتميلوا للهو والترفيه عن النفس وانتو بالفعل بالفترة هاي بحاجة لهاي الطاقة الإيجابية على المستوى العاطفي على مستوى أحبائكم مستوى الترفيه تغيير الجو حتى التجميل الأجواء جيدة بالنسبة للكم وبرضو اليوم تقدروا تتخذوا خطوة مفيدة لصالحكم برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم وتفاهم مع أفراد العائلة وهي فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي بتعيشها ممكن يكون في اليوم عندك تبادل زيارات أو اتصالات مهمة ولكن ممكن هيك يسود بعض التوتر بسبب حد الطارق أو عطل منزلي أو مشكلة أو خلاف إلو علاقة بالعائلة أو أفراد العائلة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر القصير والاتصالات ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريعهم بنجاح وباستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم أهم إشي ما تبقوا وحدين بل ابحثوا عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط أنت اليوم بتمتلك سرعة بديهة عالية جدا ومهارة ملموسة فعشان هيك يلازم تستغل هذا اليوم بكل شيء إلو علاقة بالفكر والقرارات والنقاش والحوار برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر صار موجود في بيت المال فعشان هيك اليوم بيحمل فرص متاحة لمكسب مالي بيجي المكسب هذا عادة يعني عمل إضافي أو مسترد مال إلكم تستردوه أو ممكن تحصلوا على هدية وبعض موليد برج الحوت ممكن يسمعوا خبر صار أو بيلعب قريب إلكم دور مهم وبعضهم ممكن يهتم بقضية شراكة أو عمل أو يعلجوا بعض الأمور ولكن علجوها بشكل دقيق ما تعتمدوا على الحدس وبتهتموا للأولويات المالية وممكن تجدوا الحلول والتسويات اليوم بشكل جيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر